فاركو فريق كبير وفاركو زي ما بنتكلم على البنك الاهلي باللعيبة اللي عنده انه هو ممكن يرجع ويعدل يقدر برضه فاركو انه هو يخرج من الموقف اللي فيه دوت ويقدر انه هو يعدل فاركو عنده لعيبة كويسة عنده مهاجمين تقدر انها تسجل اهداف عمر جمال ده الراجل يسجل شكري نجيب بيسجل شريف بيسجل فعنده لعيبة عنده خط وسط محترم عنده محترفين على اعلى مستوى من افضل محترفين برضه اللي موجودين في اندية مصرية المحترفين اللي موجودين في فاركو الجونة طبعا فريق مجتهد كابتن علاء عبدالعال كل ما بنتكلم نازم نقول كل التحية للكابتن علاء عبدالعال عامل شغل كويس او شغل محترم من بداية السيزن اه بعض الاوقات النتائج ما بتخدمش ولكن خلينا نقول برضه الناس هناك ماشية بكل امانة يعني باقل الامكانيات يعني كان الاول تلاقي الجونة بتجيب اسماء والعقود عالية والحاجات ديات لا برضه الوضع اتغير نفس الوضع بالزبط ما بنيجي نتكلم على انبي انه هو كان الاول برضه العقود عالية ومنما دلوقتي خلاص الاعتماد على النشئين وبصراحة سياسة استاذ ايمان الشريعي ولا اروع بصراحة يعني الراجل بنضرب بيه مثل بصراحة على الفرقة اللي عاملها فنفس الموضوع بالنسبة للجونة لعيبة مجتهدة لعيبة بتحاول في المجمل العام عاملة نتائج كويسة جدا في البطولة لحد دلوقتي وزي ما بقول الدوري بالنسبة لنا صعب وما فيش مباراة سهلة خالص لان زي ما بنقول الناس قريبة من بعض واللي بيكسب هبا تلاقيه ممكن بالمركزين والثلاثة والأربع مراكز كمان هنشوف وهنكمل الدوري الفترة اللي جاية ونتمنى ان احنا نشوف القصارة بتزداد ونشوف منافسة قوية سواء في المقدمة ونشوف الفرق اللي بتصارع ديت هتعمل ايه علشان تخرج من الدوامة اللي هي فيها